فيلمنا بيبدأ مع كارلو اللي بيشتغل كعارض أزياء وبيروح يقدم على مجلة يشتغل فيها لكن اللجنة اللي بتقيمه بتفضل تعدل على الطريقة اللي بيشتغل بيها وعلى كمان ملامح وشه وبعدها بيطلبه منه يمشي وبيعرف كارل انه مش هيتقبل وبالليل بيروح عارض أزياء اللي حبيبته يايا واللي بتبقى مشهورة كتر منه وبيعود كارل يتفرج عليها وأثناء ما هو قاعد بيجي طاقم التنظيف يطلبه من ثلاث أفراد قاعدين في الصف الأول انهم يقوموا وده لان في ناس أهم منهم لازم يقعدوا مكانهم فبيضطري ثلاثة انهم يقوموا وبيجي بدلهم ثلاث بنات وبيظهر انهم مشهورين ومهمين جدا وده لدرجة انهم بيطلبوا كراس زيادة جنبهم فبيجبر طاقم التنظيم كل اللي قاعدين جنبهم يتحركوا كورسي للجنب والسوق الحظ بيبقى كارل هو آخر واحد في الصف وده لانه شخصي مش مهم بيطلب منه المنظم يقعد في اي مكان وبعد العرض بيخرج كارل مع يايا عشان يكله في مطعم من المطاعم وبعد شوية بتيجي الفاتورة فبيستنى كارل يايا انها تمد ايديها عشان تحاسي لكن يايا بتفضل مسكة موبايلها وبتعمل نفسها مشوية ده بالها فبياخد كارل الفاتورة وقبل ما يطلع الفيزا بتاعته بتشكره يايا فبتستغرب كارل وبيقولها انها لما تشكره فده معناه انها بتحط قدام الامر الواقع وبتحرجه عشان يحاسب هو وده على الرغم من انه هو اللي عزمها مبارح ويايا قلت له انها هتحاسب بكرة فده يايا منه وبتقوله ان الفلوس مهمة جدا بالنسباله وبتصمم انها لتحاسب وبتقوله انها كده كده بتقبض اكتر منه لكن كارل بيداق وبيقولها انه هو لا يحاسب لكنه بيتكلم فكرة اجبار الراجل انه هو اللي يدفع كل مرة وما بتهتمش يايا بكلامه وبتحط الفيزا بتاعتها وبياخدها النادر اللي بيرجع تاني وبيقولها انها مش شغالة فبيدفع كارل هو الحساب وبيخرج مع يايا من المطعم وبيفضلوا يتخنقوا على فكرة لزام الراجل بانه يدفع على الرغم من انه ما فيش اي التزام بينهم وعلى الرغم من انه هما الاتنين بيشتغلوا زي بعض وبيقولها انه بيدور على مفهوم المساواة وشاف ان كل واحد فيهم لازم يدفع زي التاني وبيفضلوا يتخنقوا لحد ما بيوصلوا شاقتهم وقبل ما يركبوا الاسنسير بتستفزوا يايا وبترميلوا فلوس التاكس اللي دفعها فبدأ كارل وبيطلب منها تحاول تفهم الكلام اللي هو بيقوله وده لانه مش مهتم بالفلوس على قد ما هو مهتم بالصراحة والمصدقين اللي بينهم وده لانه حس انه بيتم استغلاله فتقولوا يايا انها كده كده كانت ناوية تدفع له 8 العشق فبيسألها كارل لو هي فعلا كانت ناوية ده وده لانه متأكد انها ما فكرتش حتى في الموضوع وبيرجعوا يتخانقهم الاتنين فبيروح كارل لشاقته بعد ما زيق منها لكن بعد شوية بيقلع عليها وبيفضل يتصل بيها لكن من غير فايدة وبعد ساعتين بترجع يايا اخيرا وبتصرحوا بانها شخص بتحب التلاعب في الكلام اللي بيخرج منه وانه عنده حق في كل حاجة وده لانها ما كانتش ناوية تدفع له كمان ما كانش معها فلوس تدفع في المطعم فبيشكرها كارل على صراحتها وبيسألها عن السبب اللي بيخلي الستات ويرفضوا المساواة في الفلوس وبتطلب بيها في كل حاجة تانية بتقوله يايا انها تحب لما تكون في علاقة ان الشخص اللي معي يكون مسؤول عنها ويحسسها بالامان في حالة انها قررت تسيب الشغل بسبب حاملة او اي حاجة فبيتريق كارل عليها وبيقولها انه مش مرتبط بعمل في سوبر ماركت وانها عرضت ازياء وعندها حسابات كتير لو قررت انها تحمل لكن يايا بتغير الموضوع وبتقوله انها عايز تفضل معا في علاقة لان دي حاجة مهمة ومفيدة لصورتهم على السوشال ميديا وبيتفقوا سوا عن علاقتهم وعبارة عن شغل وتمثيل مش اكتر لكن كارل بيقولها ان ويخليها تقع في حبه وما تقدرش تستغنى عنه وبعدها بيقعدوا يتحكوا سوا ويتصالحوا وفي مكان تاني بيظهر ياخدوا وسط البحر وبيبقى التاقم بتاعه بيجهزوه قبل ما تضيف يوصلوا تظهر رئيسة التاقم وبيتشجع فريقها انهم يفرحوا العمل على قد ما يقدروا وكمان ما يرفضوش اي طلب يطلبوه منهم مهما كان الطلب صعب ومستحيل وده عشان في نهاية الرحلة ياخدوا وبقشيش كتير جدا وبيفرح التاقم وبيغنوا كلهم بصوت عالي للفلوس وبعد شوية بيوصل الديوف للمركب واللي بيبقى من ضمنهم كارل ويايا وبالصدفة بيقابلوا واحد اسمه ديمتري واللي بيبقى رجل اعمال غني جدا وعنده مصنع للسماد وبيسألهم عن شغلهم وبيعرف انهم عارضين ازياء فبيسألهم لو بيكسبوا فلوس كويسة من عرض حياتهم على السوشيال ميديا فبيقولوا كارل انه فعلا مفيد عشان ناس تشوفهم اكتر وكمان بيستفيدوا بحاجات مجانية زي رحلة اليخت اللي ما دفعوش فيها اي حاجة وبعد شوية بيخرج كارل مع يايا عشان يقودوا على سطح اليخت وبيفضل كارل يصور يايا عشان تنازل صورها على الانستجرام فجأة بيجي واحد من عمال اليخت يصلى حاجة قدامهم وبسبب الجو بيقلعت شرط بتاعه وبيلاحظ كارل اعجاب يايا بيه وبيحس بالغيرة فبتتريق يايا عليه وبتسأله لو هو فعلا بيغير عليها لكن كارل بينكر غيرته وبيقوم بسرعة من جنبها وبعدها بيقرر انه يبلغ بولا عن العمل اللي قلعت شرط بتاعه فبتقد زر له بولا وبتقوله انها تحل الموضوع وبعد شوية بيقف كارل الوحده على سطح السفينة وفجأة بيشوف نفس العمل اللي اشتكال بولا وهو بيودع زميله عن ياخته وبيمشي في مركب تاني فبيدق كارل جدا وبيحس انه السبب اللي خلاه يمشي وبليل بيقعد ضيوف الياخت على البار وبتبقى زوجة ديمتري قاعدة مع يايا فجأة بيلاحظ ديمتري ان في واحد من الضيوف بيحاول يتقرب من يايا وزوجته فبيطلب من كارل يتفرج معه على المشهد اللي يحصل دلوقتي قدامه وبيشوف الراجل هو بيطلب من البنتين ونومي يصوروا لان صداقته ما جاتش وعايز يغزها فبتوافق يايا وبتصوروا وبعدها بتكمل كلامها مع زوجة ديمتري لكن بيقرار نومي خلوه يتصور معهم عشان يغز صاحبته اكتر فبيفرح الراجل جدا وبيعزمهم كلهم على مشروبات وكمان بيعزم كارل وديمتري وفي الوقت ده بتروح بولا تطلب من القبطان ويخرج من قطه واللي بيبقى حابس نفسه فيها طول الوقت وبتترجى يخرج عشان يحضر عاشة القبطان وبتطلب منه يختار اي يوم معدى الخميس لكن توماس بيقولها انه يختار الخميس لان الناس هتتعش عادي كل يوم بس بولا وبتقوله ان الخميس موجات البحر فيها تكون عالية وصعب انهم يرتاحوا في الاكل لكن توماس بيصمم على الخميس وبيطلب منها تيمشي وبعد شوية بتخلص الصهرة وبيرجع كل واحد لقطه وفي تاني يوم بتطلب واحدة من الضيوف من طقم الياخت انهم ينزلوا كلهم للسباحة وبتبقى عايزهم يستمتعوا بوقتهم معيها وفي نفس الوقت بتحاول تفرض سيطرتها عليهم بسبب سلطتها فبتضطر بولا انها تطلب من توماس القبطان يخرج عشان يقنعها انهم مينفعوش يعملوا كده لكن توماس مش بيرد عليها فبتروح لمساعدة القبطان الاول داريوس وبتطلب منه يقنع الضيفة انها تسيب تقم الياخت لكن توماس بيرفض وبيقولها انه مش هيتعامل مع الطبقة دي لانهم متكبرين وهو مش عايز يسمع الكلمة دايقه فبتتعصب بولا وبتضطر انها تسمع كلام الضيفة وبتجبر الموظفين اللي في الياخت وكلهم انهم ينزلوا يعموا في حمام السباحة وبيجي معاد عشاء القبطان وبيخرج توماس اخيرا عشان يستقبلوا الضيوف وبتيجي واحدة من الضيوف تطلب منه ينضف الاشراء بتاعت السفينة ودلقناها مش نضيفة فبيقولها توماس انه مش هيقدر يعمل كده لان اصلا السفينة بتشتغل بمحرك وما فيه الشراع فاستغرب الدفاق جدا وتقولوا انه الصورة اللي شافتها الياخت كان فيها شراع فبيقولها توماس انه في الحالة دي هينضف له الشراع وبعد شوية بيجي معاد الاكل وبيقدم تقم الياخت كله انواع الاسماك البحرية للضيوف لكن بسبب حركة الياخت وارتفاع الامواق بيتعب معظم الضيوف وبيتصابوا بدوار البحر وبيدوخ اكتر من واحد منهم وبيرجع على الارض وبيدخلوا بسرعة لقودتهم وهم متعبانين وما حدش فيهم قادر يقف على رجله وما بيفضلش حد غير قبطان توماس ومعاد ديمتري اللي بيبقى عاديين يلعبه وبيجبر توماس ديمتري انه يختار بين لونين من اوراق اللاعب ولو قال لون غلط بيخليش ربكتر وبيسكر ديمتري وبيبدأ يتكلم عن الفرق بين الشوعية والرأس مالية فبيتناقش توماس معاه ودل انه بيبقى شيوعي فبيقوله ديمتري ان كل شيوعي بيوافق على افكار كارل ماركس ولينن ولكن كل معارض للشوعية بيفهم افكار ماركس ولينن وبيفضل كل واحد فيهم يرد عالتاني باقتباس من الكاتب اللي بيحبه لحد ما بيدخلوا مع بعض غرفة القيادة وبيفضل ديمتري يتكلم في الميكروفون وهو سكران وبيقوله ان السفينة بتغرق فبيتوتر الركاب وبيلبسوا جواكة الانقاذ وهم متعبنين جدا ومش قادرين يتحركوا بسبب انه توماس بيبقى قافل الباب على نفسه وسيب دفة القيادة مبيقدرش داريوس وبولا انهم يدخلوا وبيفضل الياخت يتحرك مع عمواج الحر محدش عارف البحر هياخدهم لحد فين لحد ما فجأة بيتقطع نور الياخت كله والمحرك بيقف وبتفضل السفينة متعطلة لحد تانيوم في مكان تاني على السفينة بيظهر زوجين دين وفوكن واللي بيبقوا مسؤولين عن تصنع القنابل اليدوية وتصدرها للجامعات الارهابية في العالم كله وفي مكان وسط البحر بيظهر مركب للقراسينة واللي بيشوفوا الياخت وبيقراروا انهم يسرقوه وبيقربوا كتر منه وبيرموا فيه قنبلة يدوية وبتشوفها دين واللي بتوريها لزوجها فولكن وبتقولوا ان دي القنابل اللي هما بيصنعوها وبيتصدم فولكن وبياخدها منها بسرعة وقبل ما يرميها بتنفجر القنبلة في الياخت وبيموت الزوجين وبعد الساعات بيظهر مجموعة من الناجين على جزيرة وسط البحر وبيبقى من ضمنهم بولا وديمتري ويايا وكارل وجورما فجأة بيجي مركب نجال واحد اسمها قولي واللي بتبقى بتعاني من سكتة دماغية مش بتخليها تتكلم كتير وبعدها بيظهر واحد اسمر اسمه نيلسون فبيسأله دمتري عن اللي بيعملوا معاهم بيكون فاكروا ان القرسان بسبب لون بشرته فبيتخانق نيلسون معه وبيقولوا انه بيشتغل في غرفة المحركات وبالليل بيتجمع الكل وبيناموا مع بعض في المركب حد ما فاجأة بيسمعوا صوت اكتر من غراب مخيف جدا فبيخاف دمتري جدا وبيطلع بسرعة يجري وبيولع اخر شغلة معاهم وفي تاني يوم بيصحوا من النوم وبيلعوا مركب تاني موجود على الشط وبيبقى المركب بتعلموا ان اللي علياخت فبتخبط بول عليه وبتعرف ان اي بيجيل جوه واللي بتكون مسؤولة عن تنظيف الحمامات في الياخت فبتفتح لهم اي بيجيل الشباك وبتديهم كل المياه والاكل اللي في المركب لكن بتخب شوية منهم في شنطتها وبعدها بتخرج تقعد معاهم وبتحاول انها تستطى سمك وبتنجح في استياض الاختبوت وبتسأل باقي الفريق لو حد يعرف يولع نار او ينظف الاختبوت لكن ما بيكونش في اي حد منهم بيعرف يعمل حاجة وده لان حياتهم العادية ما كانوش مضطرين يعملوا اي حاجة بنفسهم فبتضطر اي بيجيل انها تعمل كل حاجة بنفسها وده لانها بعكسهم كانت حياتها صعبة وكان لازم تعمل كل حاجة بنفسها وبالليل بتوزع اي بيجيل الاكل وبتحط لنفسها نص الاكل وبتدي الباقي الفريق نص التاني فبتستغرب بولا وبتسألها انها تعملوا بالكمية دي كلها فبتقولها اي بيجيل انها اللي استودت وهي اللي ولعت النار وعملت كل حاجة بنفسها فبتقولها بولا انهم مسؤولين عن سلامة الضيوف وانها لازم تسمع كلامها لانها مديرتها فبتقف اي بيجيل قدامها وبتسألها يمين فبتقولها انها اي بيجيل مسؤولة عن الحمامات لكن اي بيجيل بتقولها انها كانت المسؤولة عن الحمامات في الياخت لكن دلوقتي هما مش على الياخت وهي اللي بتقدر تعمل كل حاجة ليهم وده معناه انها قبطانة السفينة فبيقولها نيلسن انها فعلا القبطانة فبتدي له إيبيجيل جزء من أكلها فبيوافقها الباقي وبيقولها انها قبطانتهم فبتوزع عليهم باقي الأكل وبعدها بتقترح عليهم ان الرجالة يفضلوا قاعدين جنب النار عشان يحافظوا عليها أما الستات فهيناموا معها في المركب وبتفرح بولا ويايا جدا بانضمامهم لفريق إيبيجيل في الوقت ده بيفضل نيلسن وكارل صهرانين قدام النار لحد ما بيلحظوا وجود شنطة إيبيجيل واللي بيبقى فيها بسكويت كتير فبيقرروا انهم يفتحوا منها جزء صغير وياخد منه البسكويت وبيتفقوا انها تكون قطعة واحدة بس لكل واحد لكن بعد شوية ما بيقدروش يستحمله وبياخدوا قطعة كمان وبعدها قطعة كمان وده لحد ما بيخلص البسكويت كله وفي تاني يوم بتسحق إيبيجيله وبتعرف انهم ناموا والنار طفت منهم فبتقولهم انها مش متضايقة وهتولع النار تاني لكن بتسألهم عن البسكويت اللي كان معاها فبين كير نيلسن وكارل انهم يعرفوا عنه اي حاجة لكن إيبيجيل بتوريهم كيس البسكويت اللي كان قدامهم وبتقولهم انهم عيتعاقبوا وبانهم مش هيكلوا معاهم وبيفضل نيلسن وكارل قاعدين يتفرجوا على باقي المجموعة وهم بيأكلوا لكن بيظهر اعجاب إيبيجيل بكارل وبتقوله ان مسموح له يبات معه في المركب النهار ده وبتديله في المقابل قلب البسكويت كاملة لكن يا ايه تضايق جدا وبتروح تقعد بيد عنه فبيعتزلها كارل وبيديها قلبة البسكويت وبيقولها انه مضطر يعمل اي حاجة عشان ياخد اكل ويجيب لها ايا كمان وبيروح كارل المركب وبيدخل في علاقة مع إيبيجيل مقابل الاكل وتاني يوم بتعمل إيبيجيل كل الشغل كعادتها وبيحاول الكل انه يسمع كلامها ويدحك على نوكاتها ويعمل لها كل اللي هي عايزية وبتستمر علاقتها كارل كل ليلة لحد ما في يوم بتيجي اياها تطلب منها شنطة المؤن عشان هتتمشى في الجزيرة ويتحاول تستكشف حاجة جديدة فبتقولها إيبيجيل انها هتيجي معاها لان الجزيرة ممكن تكون خطيرة وبيفضلوا يتمشوا مسافة طويلة وسط الجزيرة في الوقت ده بتشوف قليه شخص غريب على الجزيرة وبيبقى بيبيع سلاسل زي اللي بيقوموا موجودين في المنتجات السياحية فبتحاول انها تتكلم معاها لكنها ما بتقدرش تنطق اي كلمة بسبب السكتة الدماغين اللي عندها وما بيكونش في اي حد حوليها فبيمشي البيع وبيسيبها بعد ما بيكونش فيهم حاجة من كلامها وفي الوقت ده بتسبق اياها إيبيجيل وفجأة بتصرخ من الفرحة وبتشوف قدامها أسانسير لفندقس السخور فبتفرح جدا وبتطلب من إيبيجيل يدخله سوا لكن إيبيجيل بتطلب منها يرتاحه شوية قبل ما يدخله وبعدها بتقولها انها تامل حمام ويتجيل هيدخله سوا بتستنها يايا وهي مديها ظهرها وفجأة بتيجي إيبيجيل من وراها ومعها صخرة وبتكون عايز تقتلها وبيظهر نعم مترددة جدا وعينها مليانة دموع وهي بتفكر في المفروض تعمله وفي آخر مشهد في الفيلم بيظهر كارل وهو بيجري واست الشجر بشكل يستيري وكأنه بيهرب من حاجة وبنفهم ان إيبيجيل قتلت يايا بسبب اكتشافها للفندق وده لانها عايز تفضل عايشة في العالم اللي خلقته لنفسها وتفضل بنفس وضعها هو وضع القطان اللي الكل بيسمع كلامه وبيتيع أمره لان حياتهم في ايديه وبتنجح إيبيجيل في الهروب من حياتها اللي كانت تسمع فيها كلام اللي حواليها وبتتنقل من واحدة بتنظف حمام لوحدة مسؤولة عن مجموعة من أغنى الأغنياء ومن أعلى الطبقات في العالم وبيخلص الفيلم الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر وفلو لصفحة هكونا مطاطر عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام